كثير من الإخوة يسألونني عن كيفية التداول بدون رأس المال يعني في الأتلقاء على سائل كثيرة في الخاص وأستاذ أنا ليس لدي رأس المال أو كيف يمكنني التداول دون رأس المال لا أستطيع أن أجمع رأس المال هل أستطيع التداول بها هناك طريقة ما توفر لي التداول والربح من التداول دون رأس المال أو استعمال مالي الخاص وهنا يأتي حل وهو الحسابات الممولة واليوم سننشارك معكم مراجعة لشركة F-T-M-O التي تقدم حسابات ممولة للمتداولين الذين لديهم رأس المال ولكن لديهم علم يعني إذا لديك علم ولا رأس المال لا يمكنك أن تتداول حتى رأيناك حساب بـ 100 ألف مليار دولار فسنراجع وعتي الشركة F-T-M-O شركة لحسابات الممولة سنرى لمدى مستقيتها وكذلك قوانينها ميزات واسبيتها وكذلك سأترك لكم رابطها إن كنتم مقتنعين بها وتريدون الاشتراك فيها سننفيلي طيب استجدناه مثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط أولاً أريد أن أرى هل هي موثوقة ولا لا أول شيء سأقوم به هو هذا بالموقع Trustpilot Trustpilot.com يعني يعطيك تنقية لعتي الشركة مطلاقاً من الناس المستعملين الذين استعملوهم وإذا لاحظتم هنا في Trustpilot سنجد أن FTMU هي شركة يعني من تسعة ألاف وتلاتمائة وتمانية وسبعين شخص يعني excellent يعني كويسة جداً ممتازة أربعة فاصلة تمانية تنقية أربعة فاصلة تمانية على خمسة تنقية ممتاز تنقية ممتاز بإيجابية الكل يعليق بإيجابية هناك من يعطي خمس نجوم ومن يعطي أربع نجوم هناك من يعطي خمس نجوم خمس نجوم لاحظوا إذن كما قلنا حصلت على أربعة فاصلة تمانية نجمة على خمسة من تسعة ألاف وتلاتمائة وتمانية وسبعين تعليق ممتاز ممتاز إذن أول شيء أول ميزة موجودة طيب أريد أن أرى كذلك هذا الموقع هل هو موقع يمكن أن نثقة به تقنياً لا تحدثوا عن الشركة في عدتها ولكن تقنياً ولكن لنعرف أذلك سدبوا إلى موقع اسمه وآرى هذا الموقع ftmoop.com أولاً لاحظوا الترافيك الذي يحصل عليه أربعة فاصلة خمسة مليون شخص شهرياً تدخل إلى هذا الموقع بما يعني أنه موقع عنده يعني يعني معروفين هذه الشركة معروفة كثيراً أربعة فاصلة خمسة مليون شخص ويجلسون في الموقع ثلاث دقائق واحد وخمسة ثانية يعني مدة كبيرة يعني إذا الإنسان يدخل إلى الموقع واحد الولايات المتحدة البريزيل يعني موقع موثوق موقع موثوق وشغال منذ 2017 تقريباً أو حتى أكثر ربماً 2015 طيب هذه كذلك علامة جيدة إذن هذه شركة معروفة موثوقة مطلاقاً من Trust Pilot وكذلك من Similar Web وهم منذ 2015 هم موجودين إذا إذا تذكرتم كنت قد وضعت لكم فيديو أو درس عن خبايا وأسرع هذه الحسابات الممولة وقلنا أنه هذه الحسابات الممولة يعني كذلك لا تحب أن تخسر ما لها وهذا الشيء عادي شركة تريد أن تربح وتحدثنا عن من أين تربح وكيف يتم الاستثمار فيها وكذلك إذا أردت أن أو الطريقة وتحدثنا كذلك عن الطريقة الصحيحة لكي تدخل إلى هذه الحسابات الممولة وقلنا أن أول شيء هو العلم العلم يجب أن تكون متعلم أن تدخل إلى هذه الشركة حتى لو كانت موثوقة وكل شيء ولم تتعلم فلن تحصل على الحساب وهذا أمر عادي إذن أنصحك بالتعلم ونحن نوفر لكم عروضا كثيرة يمكنكم ذهب إلى إلى التليجرام أو إلى تعليقات أسفل وستجدنا رابط الاشتراك في دوراتنا التدريبية إذا أردتم أن تبدأوا بالدخول لهذه الحسابات الممولة وتحقيق الحسابات لأن هناك طلبة عندي يعني حصل على هذه الحسابات الممولة طيب الآن هذه الشركة توفر لك مجموعة من الحسابات الممولة توفر لك حساب 10 ألف دولار 10 ألف دولار 25 ألف 50 ألف 100 ألف ولكن كلما زاد الحساب كلما كذلك زادت الرسوم التي ستدفع لأنه لكي أولا لكي تدخل في التحدي لأنه مجتمعونه التحدي أو الاختبار يجب أولا أن تدفعه رسوم الاشتراك في الاختبار وكل حساب تختلف الرسوم وعن الآخر مثلا إذا نظرنا إلى حساب المئة ألف دولار مثلا ستدفع 155 أورو 155 أورو هذه الرسوم الاشتراك من هنا يربحون معكم لماذا؟ لأنهم يعرفون أن 95% من المتدولين سيخسروا المالهم إذن عارفين أنه إذا دخلت عندهم مئة شخص مئة شخص 95% منهم مثلا أو نقول 90% منهم سيخسرون هذه الرسوم وستبقى فقط 10 أشخاص هم ندينا سيجتازون الاختبار وسيحصلون على الحساب الممول وطالما يجتازوا وحصلوا على الحساب فهم لديهم علم فبالتالي لسا لك مشكل على الشركة لن تخسر مالها حتى لو أعطتك حساب ممول كبير لن تخسر مال لأنه أتبت جدارتك لأنه عندهم قواعد قوية وصعبة ومفروض أنه يكون عند المتدول تكون لديه قواعد إذن الرسوم التي ستزفع إذا أردت الحصول على 10 ألف دولار هي 155 أور مثلا لنقوم بخلينا نعمل مقارنة خلينا نعمل مقارنة خلينا نعمل مقارنة بين كل الحساب تلاحظوا أولا ما هي الأمور التي سنتحدث عنها أولا رسوم الاشتراك وهي ترجع لك عندما تنجح في التحدي يتم يرجع لك في أول مشاركة للأربح أو تقاسم للأربح سنتحدث عن الهدف المفروض أنك تحققه لكي تمر من المرحلة الأولية إلى المرحلة الثانية ثم إلى المرحلة الثالثة هناك مرحلتين قبل أن تحصل على حساب الممول المكسيموم أو الخسارة الكبير المكسيموم يعني الخسارة التي لا يجب أن تتجاوزها لا يجب أن تخسر أكثر من هذا المبلغ عندما تخسر هذا المبلغ تفشل في التحدي خسارة اليومية لا يجب أن تتجاوز عدد الأيام أقل عدد أيام يجب أن تتداول في القانون ومدة التداول غير محددة إذن بالنسبة لل 10 ألف هنا عندي 10 ألف 25 ألف 50 ألف 100 ألف ومئة ألف دولار طيب بالنسبة للرسوم 10 ألف ستدفع 155 أورو أولا نرسم اشتراك 25 ألف 250 أورو 50 ألف دولار 345 أورو 100 ألف دولار 540 أورو ومئة ألف دولار 1080 أورو وهذه المباليغ تسترجع عندما تنجح في التحدي تأول تقاسم للأرباح أول مرة تسحب أرباحك يرجع لك هذا المبنى لأن المكتوب كاتبين refundable fee يعني تسترجع طيب مدة تداول غير محددة يمكنك تداول لشهرين ترى شهر سنة أنت ولي تريده أنت وجديتك في كل الحسابات طيب minimum trading days أقل عدد أيام تتداول في هذا التحدي وأربعة أيام أو في الاختبار أربعة أيام في كل الحسابات طيب maximum daily loss يعني أكبر خسارة مسموح فيها في اليوم هي خمسة بالمئة من الحساب خمسة بالمئة من الحساب إذن إذا كان حساب مئتين ألف دولار مسموح لك تخسر عشرة ألف دولار فقط ليس أكثر في اليوم يعني خمسة بالمئة مئة ألف دولار خمسة ألف دولار خمسة ألف دولار خمسة ألف دولار خمسة ألف دولار ومائتين وهكذا طيب ماكسيموم روست يعني في المجمل الخسارة التي لا يجب أن تتجاوزها أو إذا وصلت إليها خلاص يلغون لك الاختبارية عشرة بالمائة عشرة بالمائة من الحساب إذا خسرت في صفقة مع عشرة بالمائة من الحساب بوم يقفلوا الحساب سواء مئتين آلف وآه دولار او حساب المئة الف دولار وخمسة عشرين عف دولار أنت ربح قبل أن تجتاز المرحلة الأولى للمرحلة الثانية عشرة بالمئة عشرة بالمئة وسهل جدا أنك تصل على عشرة بالمئة ربح إذا كنت ضابط أمورك إذا كنت ضابط أمور طيب هذه القوانين يعني حطي لك خسارة يومية ما تتجاوزها حطي لك خسارة بالمجمل ما تتجاوزها حطي لك الهدف الهدف اللي بدك تحصل عليه حطي لك أقل عدد أيام ممكن تتدولها في تلك المدين وحطي لك أنه رسوم اشتراك إذا نجحت في الاختبار بيرجعوا لك الرسوم وهذا ممتاز ولكن ليش عاملين هذا بيرجعوا لك الرسوم أولا حتى يشجعوك أنك تدخل ثانيا يجب أن تفهم أخي الكريم هذه إحسائية علمية 95% من المتداولين يخسرون مالهم فبالتالي أنت أصلا داخل وأنك نسبة 95% أنك ما رح تحصل على هذا الحساب المموّل طيب ولكن هل المشكلة فيك ولا فيهم لا المشكلة فيك لماذا؟ لأنك لا تريد أن تتعلم لأنك تطمع تريد فقط الربح لا أحد يريد أن يعطيها مجهودة لتعلم مهنة تضر عليك آلاف دولارات منطقيا هل تأتي هكذا بسهولة باستعمال كونسبت بسيطة يمكنك أن تحقق الأرباح لا لا يمكن ذلك هذه مهنة يجب أن تعمل مجهود الذي لا لا يستطيع أن يعمله الـ 5% من المهتمين المهتمين بالتداول يعني تعمل مجهود فقط الناس الذين تريد يعني إدارة الدخول في الـ 5% حتى أؤلخص عليك لازم تعمل مجهود كبير جداً لكي يتخرج من الـ 95% ونحن نائماً نوفر لكم عرض قوي جداً ورح يخرجك من الـ 95% وهذا العرض يعني سجنه في التليجرام سجنه في دائماً في فيديوهاتنا نتحدث عنه ساعد الكثير من الأخوة على أن يحصلوا على هذا الحساب المهون في هذه الشركة بالدبس طيب ممتاز إذن الآن ناقشنا ناقشنا يعني الحسابات أو يعني القوانين هناك كما قلت هناك مرحلتين مرحلة الأولى ومرحلة الثانية في كل حساب نفس الشروط فقط الشرط الذي سيختلف الشرط الذي سيختلف هو هنا بروفيت تارجيت في المرحلة الثانية أقل بالنصف كان في الأول 10% أصبح 5% أصبح 5% ولا تدفع رسوم في 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 ال في الاختبار الثاني مرحلة الثانية ثم بعد ذلك بعد أن تجدز المرحلة الثانية تدخل إلى المرحلة الثانية اللي هي الاختبار ويرجعون لك المبلغ الذي دفعت أول يوم تلاحظون إذن حتى بالنسبة للحساب المائة 20 ألف دولار كذلك نفس الشيء أو حتى يعني فقط هذا هو اللي تغير البروفيت تارجيت نقصه من الهدف ممتاز إذن عندك لنرخص لكي تدخل إلى هذه الشركة أولا تدفع رسوم الاشتراك وهذا الرسوم إذا نجحت في الاختبار يرجعون لك وهذا شيء ممتاز ثانيا هناك سرط قواعد يجب أن تحترمها هي آتي القواعد واحد ثلاثة أربعة خمسة خمس قواعد يجب أن تحترم في تداولاتك ونحن قد صرحنا وينافسها في المرحلات طيب عندهم كذلك ما يسمى ب أولا سكيلين بلان سكيلين بلان أو بلاندو سكيلين بلان أو بلاندو سكيلين باستمرار ولمدة أن تصل إلى أربعة أشهر كل أربعة أشهر سيزيدون من حسابك بنسبة خمسة وعشرين بالمئة يعني نفترض أنك أنه عند أخذت حساب ممول عشرين أفضل أوكي وبعد مرور أربعة أشهر لاحظوا أنك تحقق أرباح مستمرة يوميا 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 بعد نهاية الشهر الرابع يضيفون لك خمسة وعشرين بالمئة في الحساب هذا هو سكيلين بلان تمام ممتاز طيب كذلك هناك من السطين الميتا تريدر والميتا تريدر 5 أو أكثر والسي تريدر والدي اكس تريد يمكنك أن تحصل على فري ترايل لكي تستأني سبيعاتي المنصة إدارة التدول فيها فري ترايل عندك فري ترايل تستطيع أن تحصل عليه يعني حساب ديمو اللي كي تبدأ كذلك كذلك إخواني أخواتي ما كنت أريد أن أناقشه معكم هو درو داون أو الميليموم ماكسيمو دي لص نشوف كذلك هنا نريد أن نرى هنا بالنسبة بالنسبة للدرو داون أو الخسارة التي تكون قبل ما يقفل الحساب هي مؤتمدين على هذا في نوعين في نوعين في الإيكويتي وفي البالانس في الإيكويتي وفي البالانس هنا حطي مثال في يقولون أنه مثال مثلا في حالة عندك حساب في أربعين ألف يورو الحد الأعلى للخسارة اليومية هو ألفين يورو حد الأعلى للخسارة اليومية هو ألفين يورو إذا خسرت ألف يورو في صفقة أغلقت فحسابك لا يجب أن ينزل بأكثر من ألف يورو في هذا اليوم الذي أغلقت فيه صفقتك الخسارة بألف يورو وكذلك لا يجب أن ينزل ألف أورو في الخسائر المفتوحة وهذا الحد كذلك يعني داخل فيه العمولات والتبييد داخل فيه العمولات والتبييد عمولات الصفقة وبالعكس إذا لبحت ألفين يورو في يوم ما في يوم يمكنك أن تخسر أربعة ألف أورو كذلك ولكن ليس أكثر إذا هكذا هو ما بنسبة لي لهم يشرحون هذا الماكسيموم ديليلوس ماكسيموم ديليلوس أو يعني خسارة يومية خسارة يومية طيب طيب لنرى كذلك شرح للمينيموم تريدين مش المينيموم تريدين اللي يضعفون لنشرح كذلك الماكسيموم لوس الخسارة الماكسيموم لوس ماذا يقولون أو يسمونه ستو بلوس الحساب هنا يعتمدون على الإكوتي على الإكوتي يقولون يعني لا يجب أن ينزل حسابك في أي وقت من الأوقات أقل من تسعين بالمئة من الحساب الأساسي للتحدي مثلا حساب مئة ألف دولار هذا يعني أن الإكوتي إكوتي الحساب الأقل التي يجب أن ينزلها الحساب هي تسعين ألف دولار الإكوتي يعني عندما لا يكون هناك سفقة مقفلة أو العفو عندما الإكوتي هي هي مجموعة لحسابات المفتوحة والمقفلة المفتوحة والمقفلة سواء خسائر أو أرباح إذن في هذه الحالة يعتمدون على الإكوتي الإكوتي يعني لا يجب أن تكون أقل من تسسين أفضل في إيسا بمئة أفضل يعني أقل من عشرة بالمئة عفوا لا يجب أن تنزل على تسسين بالمئة من مجموعة الإيسا يعني لا يجب أن تتجاوز في الخسائر عشرة بالمئة بإحترام حتى ما يكون عندك مشاكل وكل هذه الأمور يمكن أن تجاوزها بسهولة كبيرة جدا بسهولة كبيرة جدا بشرط أن تكون فاهم وضابط أمورا هذه العملات الموجودة دولار بوند اليورو دولار كنادي دولار فرانك سويسري عملات تشيك كذلك إذن هذا بالنسبة لقواعد هذا الحساب كما قلت وشروطه طيب بالنسبة لطريقة السحب طريقة السحب إخواني يمكنك السحب كل 14 يوم ولكن يمكنك السحب كل 14 يوم ولكن ولكن هناك شرط آخر خلال 60 يوم لا يمكنك السحب إلا ثلاث مرات فقط إذن خلينا من هات 14 يوم يعني كل 60 يوم تستطيع أن تسحب ثلاث مرات يعني ممكن تسحب كل 20 يوم مرة كل 20 يوم مرة أو خليها شهريا يعني كل شهر تسحب مرة كل شهر تسحب مرة وإذا في مرة من المرات وسط الشهر تسحب لمشكلة وسط الشهر ثان إذن عندك كل 60 يوم لديك الحق في أن تسحب ثلاث مرات في فترة 60 يوم أوكي بالنسبة للسحب المبلغ يصلك بين واحد إلى يومين من يوم إلى يومين تصلك الحساب طرق الدفع كذلك موجود سكريل موجود هذا بايبار موجود العملات رقمية حساب بنكي هذا الأمور طيب مثل كل الشركات الحسابات الممولة ماذا لدينا كذلك نعم هنا كما قلنا كيف يمكن السحب كما قالوا يعني يعني واحد إلى يومين يمكنك أن تتلقى حسابك بتحويل بنكي أو بالسكريل أو بالعملات الرقمية وليس هناك أي أي لا يوجد عمولات للسحب ممتاز هذا شيء جيد 20% يعني عندك كذلك بالنسبة للمشتاني الأشياء المهمة كما قلنا 60 يوم في 60 يوم يمكنك أن تسحب ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات لتحويل أي وقت بين 14 و 60 و من المبد يعني 60 يوم في 60 يوم تستطيع أن تسحب ثلاث مرات كل 14 يوم لكن يعني يفضل كل مرة مرة كل 20 يوم تستطيع أن تسحب أو مرة في الشهر يفضل وهكذا تكون أمور كويسة إذن وجدنا أنه هذه الشركة موثوقة موقع كذلك جيد فيها كمية ناس كثيرة تدخل للموقع كذلك طريقة تسحب جيدة قواعد ممتازة لأن القواعد التي ستجبرك على أن تكون متداول ضابط أمورك ومركز يعني أي يوم تفقد فيه التركيز راح الحساب بالنسبة للعمولات لأرأة ناسية لأنه ترجع يرجعون لك العمور يرجعون لك المبلغ فهذا جميل جدا يعني إذا كنت ضابط أمورك حتى لو دفعت 1080 يورو في حساب ميتين أف دولار راح ترجعون لأنه بعد أن تحصل للتحدي يرجع يرجع لك المبلغ وهذا شيء منتاز لكن كما أكرر كما قل 95% من المتداولين يخسرون ما له وال5% فقط من يربحون لذلك لذلك أكرر يجب أن يكون لديك علم وإذا أردت أن تحترف أو يكون لديك علم هذا هو العرض الذي نقدمه عرض مناسب قوي جدا سيساعدك على أن تنجح في هذا التحدي لأن به كل ما تحتاج به دورتين تحليل موجه ومع المنطق علم المنطق يستعمل في كل أسواق فوريكس كريبتو وهذه الفتيام ولي الفوريكس كذلك تحصل على ثلاثة شهر الشرك في قناة التحليلات اليومية نحلل فيها يوميا من أثنين إلى الجمعة كل الأسواق وكذا تكون لديك نظرة شاملة للسوق وما الذي قد يحدث وجمع التوقعات إذن كذلك تحصل على ثلاثة أشهر الشرك في مجموعة النقاشات تابع لقناة التحليلات اليومية بآخرات المتداولي لدي يجاوبونك لأسلتك وتابعون معك وشاركون معك تحليلاتهم صفقاتهم وكذا تجد نفسك منضم إلى عائلة تساعدك تأخذ بيدك لأن تحترف كل هذا فقط بمئة وسبعة وتسعين دولار أقل بعشرة مرات من السعر الحقيقي ودهما نشارك معكم الأرباح المشاركين في دورتنا التدريبية لسنوات ونحن نشارك معكم إذن معنا تطبق تتعلم وتحقق الأرباح إن كنت جدا في التعلم إذن رابط الاشتراك في هذا العرض مثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط كذلك رابط الاشتراك في هذه الشركة مثبت في تعليقات هذا الفيديو ثاني رابط لا تنسوا أنهدفنا وتعلمكم وأنهدفنا نعرف كذب السلام عليكم خاص لويسام فيديوهات روعة 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 وأنصح الجالية العربية اللي بأمريكا نشوف الفيديوهات وتشارك في الدورة راه الدورة إتس أميزنج أميزنج أنا دخلت التداول لا أعرف شيء توقفت فكرة كبيرة 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 بكوز ديس فيديو وأنصح الجالية العربية وأصدقائي عندي كتير أصدقائي إن شاء الله يشوفوا الفيديو هذا قاعدين يتابعوا فيه ويسام على اليوتيوب ونأكد لكم توى تأكيد خاص من عندي اللي الفيديوهات رايعين مش ينفعوكم ياسر وشكر خاص شكر خاص وحاجة أخيرة الفيديو it's cheap cheap it's not expensive it's not a big deal it's half a price right now one ninety seven dollars it's nothing و and again أشكر ويسام بزاف بزاف شكرا ويسام السلام عليكم شكرا